اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاغلام نرصد فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ بالعناوم المدى مفوضية حقوق الإنسان وذوي طلبة يطالبون التربية بتأجيل الأعام الدراسي العرب الجديد العراق تكتلات بأسماع جديدة لمنع التغيير في البرلمان الزمان اعتصام مفتوح لخرجي الهندسة وتصعيد احتجاجي في الناصرية للمطالبة بالتعين عربي واحد وعشرين حملة اتقالات بالضفة وإصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال العرب اللندنية اختطاف السجاد العراقي يكشف توارط ميليشيا بدر في مواجهة الانتفاضة القدس العربي كورونا مخاوف من مئتي وفاء يوميا في بريطانيا وتداعيات مدمرة على النازحين سي ان ان الصين تعترف بتراجع عدد المسلمين ننتقل مشاهدنا من العناوين الى المقالات ووجدنا مقالا كان فيه العراق اليوم فيه حجد مقدس وميليشيات معصومة ووطن مستبع كان هذا المقال للكاتب مثنى عبدالله في صحيفة القدس العربي وجاء في متنه منذ عام 2003 وحتى اليوم كانت وما زالت المعادلة السياسية في العراق قائمة على عدم وجود قداسة للوطن ولا اولوية له ولا حتى تعريف واضح لمعنى الوطن في مناهج الاحزاب الحاكمة ايام المعارضة وبعد الاسلاء على السلطة وبعد الغزو توضح اكثر عدم وجود معنى للوطن لدى هؤلاء من خلال الممارسة السياسية لذلك الساعة يقولون انهم يؤمنون بالاممية الاسلامية وان لا حدود وطنية كي يبرروا التدخلات الايرانية في العراق وعمالتهم لها وتارة يشبهون العراق بانه مجموعة بقع طائفية واثنية جرى لصقها ببعض من دون وجود روابط اجتماعية وتاريخية ان الاستلوحة التي تعرض لها العراق ارضا وشعبا ومياها وسماها لا يمكن ان تكون بلا ثمن ملزم ان يدفعه كل طاغ داخلي او خارجي صحيح اما من استباحوا وسهلوا للاخرين الاستباحة هم اليوم في السلطة وقوى تحمي السلطة ويستطيعون ان يملأوا هذا الوطن بالخداع والوهم لكن الحقيقة لا تزال هي العراق الذي يحدث فيه كل ذلك وهو الشعيد عليهم يقينا هناك كذبة دولية كبيرة منذ عام 2003 وحتى اليوم تسير على ارض الواقع وهناك ملايين من الاكاذيب الصغيرة تطفو على السطح كل يوم لتجميل هذه الكذبة الكبيرة ومحاولة تنظيفها وقد ادرك البعض مبكرا مغزاها وبعضهم تأخر في ادراكها لكن من لم يدركها حتى اليوم لا يعني ذلك انها مجرد هراء صحيح هناك رغبة دولية واقليمية في تجاهل الحقائق في العراق لان اللهب بات كبيرا في ساحات اخرى مع ذلك فان الحقائق ليست سريعة فقدان الصلاحية كما ان السعي لاعادة يحياء الهوية الوطنية بعيدا عن الافكار الطائفية ما زالت جارية في ساحات بغداد والناصرية والبصرة وغيرها من المدن الثائرة هناك مكسب يصب في مصلحة الفكرة المدنية المواطنية يتشكل كل يوم في هذه الساحات وهناك اسرار على تحقيق انسانية الانسان في العراق وحقوقه فردا وجمع لقد ول زمن كانت فيه الميليشيات هي المتحكمة بالشارع والتي تفرض ارادتها على الجميع اليوم هناك شباب اصحاب مشروع للتغيير وليس للاصلاح وهم يدركون جيدا ان المستنقع الذي وقع فيه العراق لن ينفع معه التجفيف ردم المستنقع هو الطريق الوحيد كي يتم ازال الستارة على مشهد العملية السياسية القائمة وكان الشباب دائما يحملون راية الرفض لذلك قادوا فصولا تاريخية ومارسوا ادوارا بطولية واليوم هدف الشباب العراقي هو بناء الدولة الوطنية الحديثة لانهم يدركون انها الحاضنة الرئيسية لحقوق المواطنة كما يدركون انه لا وجود لمواطنة في دولة غير وطنية وتصفحنا صحيفة المدى ووجدنا مقالا للكاتب علي حسين كتب في بدايته في احدى مسلسلاته الكوميدية يقول دريد لحام لأحد اصدقائه القدامة لا تهتم للمصائب تعودنا على قبول كل شيء تذكرت هذه الجملة وانا اقرأ واشاهد كيف ان الدولة تقف عاجزة امام عشيرة احد الخاطفين ولا تستطيع اطلاق سراح الناشط السجاد العراقي الذي اختطف بمدينة الناصرية رغم معرفتها هوية الخاطفين والمكان الذي يحتجزون فيه المخطوف وضحكت على مصيبتنا وانا اقرأ تصريحا لقائدي الشرطة الناصرية يقول فيه ان هناك مساع عشائرية تجري حاليا من قبل شيخ عشيرة الخاطف لا افهم كيف لدولة بها اكثر من مليون رجل امن تعجز عن مواجهة عشيرة تعترف ان احد ابنائها خطف او خطف شابا اعزل نتابع ما كتب في التقرير ان المشهد يبدو مثيرا للدهشة حين يقف البعض وسط البرلمان يطالب بضرورة تشريع قانون المجلس الوطني للعشائر لتهديب الاعراف الطارئة على المجتمع العراقي ولكي يكتسب ما ينظمه المجلس صبغة قانونية لالتزام بما يصدر عنه في القضاء على العادات والتقاليد السيئة في الايام الماضية ضحك العراقيون على ما يجري في هذه البلاد حتى البكاء على وطن يعاني فقدان العقل وفقدان الروح وغياب الامل في استعادة ملامح اكثر من اسبوع استهلكت فيها مواقع التواصل الاجتماعي مخزون العالم من السخرية مما يجري فيما المواطن العراقي يتابع ويتفاعل ويضحك ويبكي مع العرض المسرحي المثير والمتصاعد دراميا عشيرة الخاطف وعجز الأجهزة الامنية وبيانات قيادات الشرطة الذي فرضه عليهم عشائري يراد له أن يكون بديلا للقانون لقد كان المالكي صاحب الرياضة في إشعة الروح القبلية ولعل الذاكرة ما زالت تحتفظ له بالصورة الشهيرة وهو يوزع المسدسات الفاخرة على البعض من الرؤساء العشائر يدوهم فيها إلى فرض القانون على طريقتهم الخاصة وترهيب كل من تسول له نفسه التفكير في الحروج على مشروع دولة القانون أو الاقتراب من أسوار الحكومة يبدو أن البعض لا يعرف من الوطن إلا قبيلته وهو مخلص لها إخلاص لا يمكن لأي قضية أخرى أن تتجاوزه فنحن نعيش في ظل نواب منتخبين لكنهم يدينون بالولاء لطوائفهم وقبائلهم قبل أن يدينوا بهذا الولاء للشعب والوطن قد يقول البعض إن هذا من حقهم ونقول أيضا هذا حقهم بشرط أن يتركوا السياسة وينصرفوا إلى مشاريعهم الخاصة كما عودتنا الطبقة السياسية في تفضيل مصالحها الشخصية دائما على مصلحة البلد والمواطن تمت المصادقة على قانون موازنة عام 2020 من قبل الحكومة بعد مرور تسعة أشهر على موعدها المقرر ودفعت بها إلى قبة البرلمان لتدخل في دهاليز الخلافات والمصالح والصفقات السياسية المريبة والخلافات الأزلية مع الإقليم لغرض المصادقة عليها رسميا لتصبح نافذة المفعول والتنفيذ وهذا ليس غريبا علينا ففي كل عام تتكرر مهزلة تأخير إقرار قانون الموازنة ونشهد المهاترات والخلافات السياسية وتتسرب أخبار الصفقات المريبة خلف الأبواب المغلقة بين الكتل السياسية لغرض الحصول على المكاسب غير المشروعة والتي تكون دائما على حساب الوطن والمواطن مقال كتبه رائد الهاشمي في صحيفة الزمان العراقية إقرار موازنة عام 2020 أثبتت حقيقة دامغة وهي فشل الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 وحتى الآن في إدارة البلد وخاصة الملف الاقتصادي وأثبتت عجزها وفشلها في إخراج الاقتصاد العراقي من عباءة الاعتماد الكلي على النفط في تمويل موازنة البلد وفشلها في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي بالإمكان الاعتماد عليها في تعويم موارد الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي جاءت أرقام الموازنة مخيبة للآمال ومقلقة حيث بلغ حجم النفقات الكلية 148 تريليون دينار بينما بلغ حجم الواردات الكلية 67 تريليون دينار وبذلك أصبح العجز أكثر من 81 تريليون دينار وهو أعلى رقم بلغه العجز بتأريخ البلد ومن الطبيعي أن تكون الموازنة خالية من أي تخصيصات استثمارية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا التحديات الاقتصادية القادمة على البلد خطيرة جدا وحجم المشاكل الرئيسة يتضاعف ومعدلات الفقر والبطالة والأمية تتضاعف بشكل مقلق والنقص في كل الخدمات الرئيسة لا يزال قائما والقدرة الشرائية للمواطن العراطي في هبوط مستمر وعجلة الاستثمار والبناء متوقفة وحجم الديون الخارجية والداخلية وفوائدها في صعود مقلق الخروج من هذه المآزق الفادحة يتطلب وقفة ونية جادة من الحكومة الحالية أو من الحكومات القادمة في وضع خارطة طريق جديدة ورسم خطط تنموية حقيقية تتضمن توقيتات زمنية دقيقة للإسراء في النهوض بالقطاع العام والقطاع الخاص والمختلط وإعادة الحياة للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي ومن الممكن استعانة بالاستثمار الأجنبي والمحلي بشرط الأمن قراصنة التاريخ يواصلون ليلهم بنهارهم لتحقيق أوهام أنهم أو إنهاء الصراع الفلسطيني والعربي الصهيوني يعتقد هؤلاء أن ضغوطهم الشديدة وإغراءاتهم لفصل الشعب الفلسطيني وقضيته عن بعدها العربي سيفرض على القيادات الفلسطينية توسل العودة للتعاطي مع مشروع تصفية القضية الفلسطينية واهم ترامب حين أعلن من على منصة الاحتفال التطبيعي أن الفلسطينيين سيتون إلى طاولة المفاوضات مقال كتبه طلال أوكل في صحيفة الأيام الفلسطينية ثمت مراهنة أمريكية إسرائيلية وأدوار مرسومة لبعض الأنظمة العربية للضغط حتى تجويع الشعب الفلسطيني والتسليم بقبول سلام مقابل سلام وطعام وفي الحقيقة سلام لإسرائيل واستسلام من قبل الفلسطيني والعربي والأخطر أن يتحول إلى تحالفات إقليمية دولية لا يتوقف دورها على الضغط والحصار لبعض الوقت ربما يشكل الفلسطيني من العزلة السياسية وانغلاق الكثير من الأبواب والنوافذ لكنه بالتأكيد سيكون أكثر صلامة وأشد قوة في مواجهة ما يتعرض له بشرط أن يستفيد من الوقت المتاح للملمة صفوفه وإعادة بناء قوته وتجميع أوراقه وسؤال الكبير ماذا ستفعل إسرائيل ومن معها وخلفها لشعب يصل تعدده إلى أكثر من ثلاثة عشر مليونا من البشر غير العديين مليونا فلسطيني أو أكثر قليلا يعيشون في غزة وهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني يملكون الخصائص ذاتها ويصلحون لأن يكونوا مجرد نموذج لقوة وتماسك الشعب الفلسطيني وإيمانه بقضيته قبل سنوات كان البنك الدولي قد أصدر تقريرا قال فيه إن قطاع غزة لن يكون مكانا صالحا للحياة الآدمية ولكن ها هم الناس يقتربون من توديع العام 2020 وهم يزدادون قوة وإرادة على تحمل الصعار والمخاطر من الواضح أن الخمسين يوما المتبقية على الانتخابات الأمريكية ستكون شديدة الخطورة حيث ستكثف الإدارة الأمريكية ضغوطها على المزيد من الأنظمة العربية كي تلحق بركب التطبيع إسرائيل مرتاحة لا تفعل شيئا فثمت من يقوم بالدور نيابة عن ترامب ونيابة عن رئيس حكومة الاحتلال الذين يواجهان أزمات ذاتية تتصل بوجودهما على رأسي الهرمين الأمريكي والصهيوني يعتبر تأكيد الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت أخيرا في بيروت ورام الله رفضها المطلق جميع المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكنها منقوصة وتحتاج خطوات عملية لترسيخ غيادة فلسطينية موحدة واجتراح سبل كفاحية ممنهجة ومدروسة لمواجهة التحديات وفي مقدمتها صفقة القرن بأبعادها المختلفة جاء ذلك في مقالة للكاتب نبيل السهلي في صحيفة العرب الجديدة ستكون وحدة الصف مقدمة أساسية لجمع القدرات الكاملة لدى الشعب في داخل فلسطين التاريخية والمهاجر القسرية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وفي المقدمة منها صفقة القرن والتطبيع العربي المتسارع مع إسرائيل وكذلك مواجهة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والجدار العازل الذي يعد أكبر مشروع استيطاني منذ 48 وتسعمائة ألف ناهيك عن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى إخراج فكرة يهودية الدولة إلى حيث الوجود من خلال إصدار رزمة من القوانين العنصرية الجائرة خلال العقد الأخير ومن التحديات التي وجهها الفلسطينيون بعد التعزيز المصالحة ضرورة العمل على فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وإيجاد السبل للانطلاق لتنمية مستقلة تدفع باتجاه الحد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية مثل البطالة وقد يكون من باب أولى العمل على فتح أسواق عربية من شأنها الحد من الهيمنة الإسرائيلية على التجارة الخارجية للضفة الغربية والقطاع غزة يجب أو يمكن الجزم أن الخطوة التالية يجب أن تكون وضع الأساس لإنهاء الانقسام الفلسطيني والعمل بعد ذلك لترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية والاتفاق على توجهات كفاحية مشتركة على كل الصعود حيث سقط رهان على استمرار المفاوضات تعقد في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي يفترض أنها ستناقش أزمة الشرق المتوسط بين تركيا واليونان وهي قمة تراهن عليها الثانية للضغط على الأولى إذ تطالب اليونان القمة بإقرار العقوبات الرادعة ضد تركيا مهددة بعدم التعاون في ملف بيلاروسيا في حال امتنعت القمة عن ذلك حول الموضوع كتب سعيد الحاج في موقع عربي 21 لا نتوقع أن تصدر عن القمة الأوروبية عقوبات كبيرة واضحة على تركيا المرجح أكثر في نظرنا إضافة للتضامن مع اليونان وتقديم الاتحاد مطالب واضحة من تركيا بمقدمتها وقف أنشطة المسح والتنقيب تهيئة الأجواء لحوار بناء مع اليونان والتلويح بعقوبات إن رفضت أنقرة ذلك وهو كما يبدو موقف مدئي قابل للتطوير لاحقا حسب المستجدات وخصوصا رد تركيا قد يصدر كذلك عن القمة بعض العقوبات الخفيفة والهامشية لإرضاء اليونان وبعض الدول ذات المواقف المتشددة لكن من الصعب جدا أن تتخطى هذه الحدود للاعتبارات سالفة الذكر في الأقل ليكون ذلك إن حصل منطقيا ومبررا فضلا عن أن يكون مفيدا الأهم من كل ما سبق أن أي قرارات أو ضغوطات أو عقوبات من الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى تغيير موقف تركيا التي تعد وزمة شرق المتوسط في صلب أمنها القومي وحقوقها في ثروات المتوسط وهي حقوق غير قابلة للتنازل بالنسبة لها بسحبها السفينة نحو الشاطئ قبيل انعقاد القمة تكون أنقرة قد رمت الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي ومن المستبعد أن لا يلتقط الأخير هذه الإشارة خصوصا بعدما تراجعت حدة التوتر في المنطقة بشكل ملموس على إثر اللقاءات الفنية التي جمعت الطرفين بدعوة من المعتم تقديرات كثيرة توقع صدور عقوبات كبيرة ضد تركيا استجابة للرغبة اليونانية ويفسرون قرار أنقار الأخير بسحب سفينة عروج رئيس للشاطئ كمناورة لتخفيف حدة العقوبات عليها بينما يراها آخرون بادرة حسنينية قبيل القمة موسيقى تمكن فريق إنقاذ أسترالي من إعادة عدد قليل من بين 270 حوتا إلى المياه اجتاحوا إلى المياه بعد جنوحها إلى الساحل الغربي لتسمانيا اليوم الثلاثة ونفق نحو ثلث الحيتان قبل بدء جهود الإنقاذ الصباح اليوم لكن فريق الإنقاذ حقق بعض النجاح في المحاولات المبكرة لإعادة الحيتان المتبقية إلى المياه وتم نشر فريق إنقاذ من خبراء الحفاظ على الحياة البحرية يوم الاثنين في ميناء ماكواري المنعزل لمساعدة الحيتان وهي من فصيلة الحوت الطيار وتعد الحيتان الطيار من بين الأنواع الأكثر انخراطا في الجنوح الجماعي في تسمانيا ووفقا لبرنامج حماية الحياة البحرية التابع للوزارة فإن تسمانيا هي الولاية الأسترالية الوحيدة التي تحدث فيها حالات جنوح جماعي للحيتان والدلافين وبشكل متكبر نتابع معا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة صدى الأقلام انتهى مشاهدين الكرام نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت عجابكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر